السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخبار الشباب عاملين ايه فيديو النهاردة هنكمل سلسلة فيديوهات اساسيات الحاسب الالي اللي كنا بدأناها قبل كده باول محاضرة والنهاردة ان شاء الله هتكون المحاضرة التالية في اساسيات الحاسب الالي وتحديدا بدأنا بالويندوز كانت المحاضرة اللي فاتت وان شاء الله برضو هنكمل النهاردة في ويندوز عشر اول حاجة هنبدأ بيها الموس اللي احنا شايفينها دي الموس الموس دي فيها زرارين يمين وشمال صح طيب الزرار يمين بيعمل ايه دايما لو احنا واقفين على اي حاجة بالحاجات دي وعملنا او ضغطة يمين كده على الزرار يمين بيطلع لي مجموعة خيارات اذا وظيفة او زرار يمين بتاع الموس ان هو بيطلع لي مجموعة خيارات على حسب انا واقف فين يعني بصوا الخيارات اللي موجودة هنا انا واقف على لو اقفت في اي مكان فاضي هيطلع لي مجموعة خيارات بس مختلفة بقى المرة دي تمام اذا العام ان الضغطة يمين او بيطلع لي مجموعة خيارات تمام طيب الضغطة شمال لو ضغط على اي ايكونة من دول بيعمل لي ايه بيعمل لي حاجة اسمها اختيار اذا وظيفته الزرار الشمال بتاع الموس وظيفته الاختيار وضغطتين ورا بعض لاي حاجة بيفتحها زي ما احنا شايفين كده لضغطتين ورا بعض في اي مكان فاضي ملاش لازم تمام طيب لو جالك سؤال كده او لو حد سألك وقال لك قل لي خمس طرق اقدر افتح بيهم زيس بي سي او ماي كمبيوتر اللي موجودة عندي على الايه اه سطح المكتب دي افتحها بخمس طرق ايه هم الخمس طرق اللي ممكن تفتحها بيها طيب اول حاجة زي ما نسا قالين ضغطتين ورا بعض هيفتح لي زيس بي سي او هيفتح لي الايكونة اللي انا واقف عليها تمام دي اول حاجة طب الحاجة التانية لو انا واقفت كليك يمين كده عليها تمام هلاقي اول حاجة موجود فيها تمام الحاجة التالتة لو انا روحت على قائمة من تحت كده اهو وروحت هلاقي هنا اختصار ليها زيس بي سي طيب حد يجي يقولي الاختصار ده انا مش موجود عندي ما لقتوش اعمل ايه اجيبه منين هقولك تجيبه منين كليك يمين عليها واختار هتلاقي هنا بدل اللي بص الاعمالة دي كده هتلاقي هنا كده ايه بن تو ستارت بن تو ستارت لو روحنا انا شلتها من هنا خلاص تمام بص مش موجودة ازاي طيب كليك يمين عليها وقولت بن تو ستارت هلاقيها رحت على قائمة هلاقيها ظهرها لي هنا وضغط عليها برضو هيبدأ يفتح لي اللي انا عايزه تمام جميلة اوي الكلام ده الطريقة الرابعة اقف على كده واضغط في الكيبورد هتبدأ برضو تفتح معاك تمام تمام طيب في طريقة برضو من الكيبورد اقدر افتح بيها دي افتحها ازاي حددها واضغط على زرار الويندوز مع حرف الاي في الكيبورد هتبدأ برضو تفتح لك بالشكل اللي انت عايزه بسهولة ازا دول الخمس طرق اللي احنا نقدر نفتح بيهم الايه على حسب انت ما بتشتغل عليه تمام الايكونات اللي على سطح المكتب دي اللي احنا شايفينها هنا دي تمام ايكونات اساسية وممكن تبقى برامج انت مسطبة تمام طيب لو انا جيت في اي مكان فاضي ضغطت بزرار الفرق اليمين ضغطة كده هتظهر لي قائمة اللي موجودة قدام دي الحاجات اللي موجودة هنا التلاتة اللي فوق الخط دول ليهم علاقة بالايكونات دي تمام طيب بيعملوا ايه بقى في الايكونات ديات اول حاجة موجودة عندي اسمها view view اللي موجودة هنا دي بص بقى اول تلاتة برضو فوق الخط هنا دول ليهم علاقة بحجم الايه حجم الايكونات دي انا عاملها ميديم طب انا لو عملتها لارج بص شكل الايكونات اتغير ازاي كل اللي على سطح المكتب اتغير بص بقى شكله عامل ازاي طيب لو انا رحت تاني وعملتها اسمول بص صغر وخالص طبعا احنا بنخلينا في الوسط وبنقوله ان احنا عايزينهم ميديم طيب انا اقدر احرك اي اي ايكونات الموجودة هنا دي اه اقدر احركها اتحركها ازاي اضغط عليها بزرار الفرة الشمال وافضل ضاغط وانقلها في المكان اللي انا عايزه اهي اي حاجة من دول ابدأ اوديهم في اي مكان انا عايزه بالشكل ده كده تمام جميل اوي طيب لو رحنا كليك يمين واخترنا اول حاجة موجودة تحت الخط اسمها اوتو اوتو ارنج ايكون اوتو ارنج ايكون تعالي اضغط عليها نشوفها تعالي بص عمل ايه جاب هملي كلهم هو بيقول لي ايه باوتو ارنج ايكون يعني اعمل لي تجميع او رتب هملي بشكل تلقائي ماينفعش يبعده عن بعض بالشكل اللي انت كنت عملك فانا حطت عليها علامة صح يعني انا مختارها تعالي بقى اجرب اشيل لي الريسايكل بين دي اوديها هنا بص اوتوماتيك او تلقائي هترجع على مكان اللي جانب اخوتها جانب الايكونات دي. تمام? ما ينفعش نبعد اي حاجة عنه طالما انا عامل من هنا. طب انا شلت علامته الصح كده. ابعد دول هيبعده. اه بص بعدهم. بعده. مفيش اي مشاكل. خالص. تمام? طيب ايه موجود هنا تاني? يعني يحافظ على المسافات اللي بين الايكونات وبين بعضها. طب اما محطوط عليها علامة صح يبقى انت بتحافظ على المسافات اللي بين الايكونات وبين بعضها. طيب. الحاجة اللي بعد كده عندي علامة صح محطوطة على شو ديسك توب ايكونز. يعني ايه بقى نشيل علامة الصح ونشوف ايه اللي هيحصل. شلنا علامة الصح من هنا بص. في ناس بتحب ايه تعدوا الصورة بتاعتها اللي هي حطاها على سطح المكتب اه بشكل كامل شبه اللوجو بتاع القناة ده كده. تمام? هو معنوض بالشكل ده هو مش محتاج الايكونات بيشتغل من قيمة الصارت عايزش ان يفتح مايك ومبيوتر والبرامج بتاعته مسبتها هنا زي ما انا مسبتها هنا كده بالزبط. تمام? طيب. عايزة رجحها تاني هروح احط علامة صح على شو ديسك توب ايكونز. تمام? هيرجعوا زي مكان. تمام? ده لأول حاجة موجودة في القائمة المختصرة لما تيجي تجيبها من اي مكان فاضي على سطح المكتب. تمام? طيب. الحاجة اللي بعد كده عندي حاجة اسمها سورت باي. سورت باي. يعني انا ببدأ ارتب الايكونات دي على حسب ايه? ترتيب على حسب ايه? اول حاجة النام. النام. بص ايه. ماتبههم لي ازاي? هو كده ترتيبهم على حسب النام بتاعهم الاساسي للجهاز عندك. تمام? طيب. اللي بعد كده عندي حاجة اسمها سايز. سايز يعني الحجم بتاع الايكونات دي. فبيبدا يجيبلي الحجم الصغير في الاول وبعد كده الحجم الكبير. الصغير في الكبير في الكبير. عندي حاجة اسمها ايتم طيب. يعني نوع الايكونات دي ايه? بص نضغط عليها. جابلي الايكونات الاساسية بتاعة الجهاز موجودة في الاول. بعد كده البرامج اللي انت مسطبها. تمام? طيب. داتا موضيفايد. داتا موضيفايد يعني اخر تعديل انت عملته على اي حاجة موجودة هنا بيبدأ هو طبعا عشان احنا على سطح المكتب. اخر تعديل انت عملته على اي حاجة موجودة هنا بيبدأ هو يجي الاول. احنا اهلا غالبا بنعمل لهم تمام? ممكن نروح نجرب الموضوع ده جوة الايه? جوة اه حاجة فيها كده ملفات ومجلدات وايكونات كتير. تعالى نعملها كده بص بقى عشان كمان تعرف ان هنا الموضوع اختلف شوية. بص كليكي من في اي مكان فاضي بس انت جوة مجلد او جوة اللي هو موجود حاجات كتير جوة. تمام بص بقى الواضع اختلف ازاي? اروح من ابدأ هنا اعمل لهم ترتيب ايه? بالاسم. تمام? تعالى نعمل لهم بالديت. هيبدأ يرتبهم بالتاريخ. بص بقى. اتناشر عشرة واحد وعشرين عشرة اتنين عشرة. بص. اربعة اتنين. اخر شغل اشتغلته. اتناشر عشرة. هو وجه في الاول. بعد كده بيبدأ يجيب لك القديم في الاعدم في الاعدم. بص بدأ يرجع لشهر تسعة واحد وعشرين. بص رجعني الحاجات لالفين وتلاتاشر واتناشر واحداشر. تمام? تمام. طيب ده بالنسبة للديت. طب انا لو قلتوله عايز اعمل لهم او ترتيب بالطيب بالنوع يعني. بص. هيجيب لي المجلدات في الاول. وبعد كده هيبدأ يجيب لك البرامج الملفات التنفيذية اللي هي الاي اكسي اي. وبعد كده هيبدأ يجيب لك الحاجات اللي هي مضغوطة بالشكل ده. بعد كده هيبدأ يجيب لك بقى الصور في الفيديو في بقى الملفات. تمام? طيب لو انا مش عايزهم بدا. عايزهم بالسايز بالحجم. اهو. بص. جاب لي الحجم الصغير في الاصغر في الاصغر في الاصغر في الاصغر هو ماشي كده. بص. بص. اهو. تمام? طيب هيبدأ يقول لي انا بص خد بالك بقى من حاجة. لو انا قلت له ده عايز بص اللي هي الترتيب التصاعدي والتنازلي. لو انا قلت له اهو خلينا بالسايز نقول له هيبدأ يعيد ترتيبهم تاني وجاب لي الصغير في الاول او اللي ملوش حجم اصلا بالنسبة له. بعد كده في الاصغر وبدأ في الاجبر في الاجبر في الاجبر واحنا ماشيين كده. تمام? طيب. ده من جوه الايه المجلد او من جوه اه برتشن. لو رحنا كليك يمين برضو في اي مكان فاضي هنلاقي تالت حاجة موجودة عندنا ايه حاجة اسمها او تحديث للايكونات اللي موجودة او تحديث للجهاز بتاعك. دي نستخدمها لما بيكون جهاز الكمبيوتر بتاعنا تقل معاك فجأة تبدأ تيجي هنا وتعمل كريك يمين وتبدأ او بزرار فرق يمين وتبدأ تضغط على ايه هيبدأ يعمل كده للجهاز تحديث او بص بقى معايا للهرم اللي موجود معنا ده. الهرم ده حلو ومفيد جدا هتعلمكم حاجة حلوة فيه. بص انواع شغل الكمبيوتر عندي الفايل او الملف بعد كده عندي او مجلد فرق يعني مجلد جوه مجلد جوه مجلد. وبعد كده عندي المجلد نفسو اللي والله اصفل اللي انتو عارفينه عندي يعدي كده درايف او قطاع. تمام احنا واخذونهم كده من الصغير فالاجبر 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 فالاجبر. تمام? الدرايف. الدرايف ده اللي هو زي ايه عندي درايف ده? لو احنا رحنا فتحنا ZPC بالشكل ده ايه من دول درايف؟ السي والدي السي والدي. الاتنين دول درايف او قطاع بالعرب. تمام? طيب. انا ممكن انازل ويندوز هنا على ايه? ممكن ننزله على السي ولا على الاي وانت بتنزل ويندوز من جديد وبقى شوف فيديوهات تنزيل ويندوز اللي موجودة هنا على القناة برضو هتعرف طريق تنزيل ويندوز وانت بتنزل بقى ويندوز ممكن تحطه الويندوز بتاعك اللي هتنزله ده عايزه ينزل على ايه في البرتشنات دول عايزه في الايه ولا السي لازم على السي ولا ممكن نحطه على ايه? لأ عادي ممكن تحطه على اي بارتشن انت عايزه. تمام? بس طبعا بتحدده وبتبدأ تفارمت اللي فيه عشان المفترض ما تحطش معاه اي ملفات تاني عشان حتى لو وقع الويندوز امان ديك. حتى لو وقع الويندوز ما تضطرش ان انت ايه الملفات بتاعتك تضيع. تضطرش ان الملفات ساعتها هتضيع فطبعا دي هتبقى مشكلة بالنسبة لك. تمام? طيب بص بقى ده برايماري برايماري اه بارتشن. ده البرايماري بارتشن اللي هو عليه علامة الويندوز ده اللي بيميز لك ان ده عليه ويندوز وده ما عليهوش او ده اللي عليه السيستم بتاع الجهاز فعليه علامة الويندوز ده فتعرف ان ده البرايماري او البرتشن الاساسي بتاع الجهاز. تمام? ده بارتشن تاني اللي هو عليه باقي الملفات بتاعتك. تمام? جميل ام. طيب. عندي بعد كده ايه? حاجة اسمها مجلد. مجلد. طيب ايه هو المجلد اللي موجود عندنا. ده مجلد وده على فكرة برضو مجلد. ايه ده? يعني هو انا ينفع اغير او اطلع من الشكل التقليدي للمجلد ده? اه ينفع طبعا تطلع من الشكل التقليدي لاي مجلد. يعني انا مش هجبني شكل المجلد ده? انا ممكن اغيره? اه ممكن اغيره عادي. طيب تعال اكليك مين عليه كده? اقول لك ازاي تغير شكل المجلد اول حاجة كده. كليك مين عليه كده? واضغط على كلمة اللي موجودة هنا او خصائص بالعربي. بعد كده نختار الموجودة هنا. تغيير شكل الايكون. ابدأ اختار بقى اي شكل من الاشكال. ده الشكل المتعرف عليه. ابدأ انت اختار اي شكل من الاشكال دي. تمام? وممكن كمان تخش على كلمة دي او وتبدأ تختار منها الشكل اللي انت عايزه. يعني انا مثلا في حد هيقول لي ان انا عايز احط العلامة دي كده. اهو. ابدأ اضغط اوكي. تمام? وابدأ اعمل الجهاز. بص شكل علامة الايه? الاغلاق او الوف ديك بيت موجودة هنا. تمام? هنا دي علامة النجمة اللي انا حاطتها. ازا ان الفولدر او المجلد اقدر ان انا اغير شكله. تمام? طب ايه تاني من ضمن خصائص الفولدر? هل الفولدر ده ليه حجم? تعال نشوف يعني فولدر شابه ده. نشوف كده ليه حجم ولا بروبيرتس برضو? ليه كمين عليه بروبيرتس? وبيقولك ان صايز الفولدر ده ميت جيجا. طب هو ده حجم الفولدر ولا حجم الحاجات اللي جوه الفولدر? لأ ده حجم الحاجات اللي جوه الفولدر. مش الفولدر نفسه. لان الفولدر معلومة مهمة الفولدر او المجلد مالوش حجم. اي بيبقى الحجم بتاعه اللي ظاهر عليه ده بيبقى حجم لكل المكونات اللي موجودة جوه. طيب انا هروح اعمل فولدر فاضي دلوقتي. اهو. نيو زيرو بايتس يعني هو اصلا مالوش حجم. انما لو جيت حطيت فيه اي حاجة اي ملف. جبت ملف من هنا كده اي ملف مسلا. تمام? وبدأت ان انا يعني ده كده اهو. اعمل له اه كوبي. واروح اقفل ده كده. واروح افضل هنا. وابدأ احط الملف اللي انا جبته من هناك هنا اهو. تمام? اتنقل معي. تعال بقى نشوف الحجم بتاع اللي كان زيرو بقى ده اهو. بص. بقى تلاتة ميجا وشوية تلاتة تلاتة وستين ميجا. بص. فاذا المتفق عليه ان انا شكل الفولدر اقدر اغيره اه اقدر اغيره. الشكله الطبيعي او التقليدي اللي هو الفولدر الاصفر ده. طيب ليه حجم? اه ليه حجم? لا مالوش حجم. الحجم اللي موجود بيبقى موجود عليه بيبقى حجم المكونات او الملفات او الفولدرات الفرعية اللي موجودة جوة. زي ما احنا عارفين اللون الأصفر المتعرف عليه بس احنا ممكن نغيره بالشكل ده زي ما احنا قلنا تمام حاجة كمان ان هو ما بيبقاش ليه امتداد طب هو ايه الامتداد هنعرفه بعد دقيقة بالزبط ايه هي الامتداد اذا الفولدر بينشئه المستخدم عادي اللي هو انت مالوش حجم مالوش نوع مالوش امتداد شكله المتعرف عليه الاصفر ده طيب عندي بعد كده حاجة اسمها الملفات الملف بيبقى ليه حجم يعني اي حاجة من دول لو دخلنا نشوف الحجم بتاعها هنلاقيها ليها حجم عادي جدا اه تمام عادي اوه ده حجم اوه طيب هل ليه نوع اه ليه نوع كل ملف من اللي موجودين قدامنا دول ليهم نوع تمام وكل نوع بيختلف على حسب البرنامج اللي بيشغله لان اللي بيصنع او اللي بينشئ الملفات دي برامج التاني الفولدر اللي كان بينشئه ايه المستخدم نفسه تمام انما دول لازم عشان تنشئ اي حاجة فيهم لازم بتنشئها عن طريق برنامج يعني الصورة زي دي لازم تعملها برنامج ملف زي ده ده بوربوينت ده اكسل ده بيدي اف ده وورد كل ده تمام طيب بيبقى ليه حجم وليه نوع اللي هو الامتداد اللي موجود هنا بره ده تمام اللي هو على حسب نوع البرنامج اللي بنستخدمه وشكله ما بيبقاش طبعا مميز الملف ما بيبقاش مميز بملف الملف ما بيبقاش مميز بشكل واحد كل واحد على حسب البرنامج اللي انشئه اللي انشئه بالملف طبعا فرقه عن ضمن الحاجات اللي بتفرق بينه وبين الفولدر او المجلد انه هو بيبقى ليه امتداد طيب هو ايه الامتداد ده بص تاخد بالك ان الصورة دي اسمها غلاف غلاف .jpg ده امتداد ده امتداد ايه ده امتداد صورة لازم تبقى عارف انواع الامتداد اقدامنا زى ما احنا شايفين كده ههه ان ljpg صورة طب ايه من دول ممكن يكون صورة تاني الbnj صورة بس انوع الصورة دي الصورة دي بتبقى شفافة يعني لو جيت تفتح الصورة دي هتلاقي ان هي ملهاش خلفية اهي بص ملهاش خلفية على اي ملف هتلاقي انها ملهاش خلفية إنما تفتح أي صورة من دول لا هتلاقيها خلفية زي ما انت شايفها كده بالزبط النوع ده نوع برضو صورة بس لو جينا نفتحه بالBSD امتداد وبص تعرف إن ده ما يتفتحش غير على برنامج فوتوشوب طيب ده كده امتداد الصور التلاتة دول طيب عندي امتداد هنا DOCX كتير مننا يعرفوا ده امتداد برنامج معالجة النصوص اللي هو Microsoft Word فده برضو ملف Word مش هيفتح غير على برنامج Word لازم يكون على الجهاز موجود عندك برنامج Word فده امتداد رابع طيب عندي الامتداد ده كتير مننا ده بقى عارفوا لإن احنا بنشوفه كتير على التليفون أو على الكمبيوتر اللي هو MB4 ده طبعا امتداد ايه بالزبط كده فيديو ده امتداد فيديو طيب MB3 طبعا بس ما فيش في دول ملف MB3 ده بيبقى امتداد الصوت وكلنا عارفينه BDF الكتب اللي بنقراها على النت ده امتدادها BDF ودي بتبقى ملفات نصية كاملة زي الكتب زي ما احنا لسه بنقول XLS أو XLSX ده امتداد برنامج الExcel امتداد برنامج الExcel اول ما تشوف الامتداد ده بتعرف ان ده امتداد برنامج الExcel BBTX ده امتداد برنامج الورد امتداد برنامج الورد طيب عندي هنا ملف اسمه Chrome Setup EXE ده ده بيبقى نسخة تنفيذية يعني لو ضغطنا عليها هيبدأ يسطب لي الجوجل كروم الكروم دوت هيبدأ يسطبه لي على الجهاز يعني لما تشوف اي حاجة لها امتداد شابه ما احنا شايفين كده بتعرف ان ده برنامج تقدر تسطبه على الجهاز او ده نسخة تنفيذية ممكن يكون مش هيتسطب اول ما تضغط عليه يفتح بس هيفتح معك كبرنامج اي ان كان نوعه ايه بس المهم ان هو امتداده EXE تمام فانصحك توقف الفيديو دلوقتي وتعمل سكرين شوت بالامتدادات او بالملفات الموجودة قدامنا دي عشان تبقى عارفها لو ناخد بالنا ان انا كاتب كلمة Subfolder بالانجلش ومجلد فرعي بالايه بالعربي تمام طيب بالمناسبة المجلد الفرعي زي ما احنا لسه كنا بنقول ان ده بيبقى مجلد جوه مجلد ده كده قطاع او درايف طيب لو انا فتحت البيزنس كارد ده ده ايه ده مجلد فتحته كده لقيت جواه مجلد طيب المجلد الاسم كارد ده هو ده اللي يطلق عليه مجلد فرعي عشان انا كنت هانسى الجزئة دي لازم تبقى انتم عارفين طيب زي ما لسه بنقول ان انا كاتب مثلا هنا File وتحتيها ملف او Subfolder وتحتيها مجلد فرعي يعني انا مستخدم هنا لغتين طيب انت لو جيت تكتب اي حاجة وعايز تبدل بين اللغات يعني انا بكتب اهو مسلا بسم الله الرحمن الرحيم اه اكبرها لكو شوية عشان تبقوا شايفينها كده موجودة عندها حبيت اكتب اسمي اقول مسلا My name كده اه 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 بص كلمة My name دي واخد بالك انا بدلت بين اللغة العربي والانجليزي خدت بالك انا عملت ايه ضغط في الكيبورد عليك زرار Alt مع Shift Alt مع Shift تمام عشان ابدل بين اللغتين اللي عني طب قبلتك مشكلة وان انت بتضغط Alt و Shift كتير ما بيبدلوش اللغتين طب انا عرف منين هم ما بيبدلو واخد بالك ركز معايا في حرف العين اللي موجود تحت ده انا كده بكتب Arabic Egypt مكتوب هنا هوا Arabic Egypt واخد بالك ضغط Alt و Shift هيبدأ يغيرها لي بالENG ديت اللي هي English United States اللي هي انجليزي الولايات المتحدة تمام طيب انا بقى ملقتش عندي العربي او ملقتش عندي الانجليزي والمهم ان انا عايز اضيف لغة اضيف لغة ازاي اروح على قائمة Start كده بالزبط واضغط على علامة الترسل الموجودة هنا اللي هي Setting او اعدادات ضغطة واحدة بس هيروح مدخلني على Windows Setting اللي هي اعدادات الWindows في النص كده هلاقي حاجة اسمها Time and Language اللي هي الوقت واللغة اللي لو ترجمناها ترجمة عربي طيب لو نخبنا هنا على الشمال هنلاقي حاجة اسمها Language اللي هي اللغات اللي موجودة عندي اللغات انزل تحت شوية هلاقي اننا الجهاز ده شغال عليه لغتين انجليزي United States انجليزي الولايات المتحدة وعربي مصر او عربي ايجيبت طيب انا مثلا ملقتش عندي حاجة من دول وعايز اضيف بص انا حددتها وعمل لها Remove يعني ازالة او Remove Language يعني انا كده ايه هشيل اللغة اللي موجودة قدامي دي فما بقاش موجودة عندي غير الانجليزي United States فانا لو قعدت اقلب بين Alt و Shift من هنا لبعد بكرة مش هينفز لي اي حاجة لان هي اصلا اللغة التانية من الاساس مش موجودة في السيستم او في الويندوز في اعدادات الويندوز عملي فلو كلنا واخدين بنا ان موجود جنب علامة البلاس او الزائد دي عندي حاجة اسمها Add Language اضافة لغة اضافة لغة اضغط عليها فهيبدأ يظهر معايا قيمة بكل لغات العالم موجودة قدامها قيمة بكل لغات العالم طيب هبدأ انا اروح ادور على اللغة اللي انا عايزة احنا محتاجين العربية مصر اضغط عليها كده وابدأ اقول له Next تمام هيبدأ يقول لي انت عايز اللغة دي بالشكل ده بالباكتش كله او عايز الويندوز كله اصلا يبقى متطبق عليها انا انا مش عايزة على التطبق على الويندوز انا عايزة تبقى لغة مجرد لغة موجودة عندي انا بدلها في الوقت اللي انا عايزة وينس طول هتبدأ تنزل عندك اللغة العربية اللي احنا لسه مختارينها وهيبدأ حتى بص دي كانت اتشالت بدأت تتحط تاني اهي وتبدأ انت ببدل بين اللغتين عندك هيبدل معاك عادي جدا وبسهولة او بندنج بيبدأ ايه يزبطالك عشان تنزل على الجهاز بتاعك تمام كده احنا عارفنا ازاي نضيف لغة تانية ازا حبينا طب هو انا ممكن اضيف اكتر من لغتين اه تضيف لغات زي ما انت عايز ازاي انا اتعامل بالتقويم الهجري على الجهاز بتاعي لو ناخد بالنا ان اغلب الاجهزة كلنا بنعرف عارفين ان الجهاز بيبقى شغال بالتقويم الميلادي اهو كاتب لي النهاردة سوري الخميس و اه 28 اكتوبر 2021 تمام بالشكل ده كده تمام طيب انا عايز بقى اعرض التقويم الهجري انا في دولة زي السعودية وحابب ان انا اشتغل على الجهاز بالتقويم الهجري او في ناس حتى في مصر بيحبوا ويشتغلوا على التقويم الهجري زي ما احنا عارفين طيب هنعمل الموضوع ده ازاي هنبدأ نروح لقائمة هيبدأ يفتح لي معايا اعدادات الوندوز زي ما احنا لسه كنا شايفينها وبرضو من نفس الايكون هنروح على time and language اللي موجودة هنا قدامنا دي تمام وبعد كده هنروح على region اللي موجودة هنا دي من هنا هنقدر نعمل كذا حاجة ركزوا معايا لانها مهمة جدا انا دلوقتي عايش مصر طب الكونتري بتاعي موجود يونيتد ستيت ينفع لا انا محتاج ان انا كونتري يعني دولة انا محتاج ان انا حدد الدولة بتاعتي غير يونيتد ستيت طبعا انا محتاج ان انا حددها ان انا عايش في مصر فتبدأ تدور هنا على ايجيبت طبعا بيبقى تسلسل بالحروف فلازم تدور على ال اي حرف اي فين اهو موجود في ايجيبت ابدأ اختاره تمام حلو لو رأي خبنا ان على اليمين هنا موجود حاجة اسمها additional date time اضغط عليها بالشكل كده ضغطة واحدة بس كده بالشكل ده كده نختار كلمة اللي موجودة هنا عليها علامة الكرة الارضية اللي هنا دي تمام هتدخلنا للمربع الحواري او النص اللي موجود هنا وبرضو هنختار additional settings اللي موجودة هنا هيدخلنا في مربع حواري تاني اهو في اربع حاجات اربع تبويبات مهمين جدا الارقام العملة اللي هي الوقت اللي هو التاريخ موجودة عندنا تحت هنا ايه نوع a التاريخ اللي موجود عندك التقويم الميلادي بص احنا ممكن نختار من هنا بايه بدل التقويم الميلادي اللي احنا مختارينه ده نختار التقويم الهجري ونعمل بس apply بص بقى لاحز معي هنا ايه ان النهاردة 223 1443 او 22 الربيع الاول 1443 الخميس تمام للناس اللي حابها تشتغل بالتقويم الهجري مش حابه وممكن ترجعه تاني هو بيجب لك اصلا التاريخ هنا ههو او انت عايز تعريضه بانهي شكل بص الاشكال دي كلها. تمام? ونبدأ نرجعه تاني. اهو. طب قويم الميلادي تسمية انجليزي. هنا بيقول لي اليوم اللي بيبدأ بالاسبوع عندك ايه طبعا السبت? انت ممكن تخليه اي يوم تاني زي ما انت عايز. تمام? وممكن تختار بقى اي شكل بص هو اللي هو اللي هو اللي هو او السنة اللي هي اللي موجودة هنا دي ممكن تختار بتاعك اللي هو التاريخ الطويل والتاريخ القصير اللي موجود عندك. تمام? الشكل ده. طايم. عندنا هنا الطايم طبعا ممكن تزبط اعدادات الوقت بتاعتك كلها زي ما انت عايز صباحي ومسائي. وممكن تبدأ تختار ايه ام ولا ايه ولا صاد اللي هي صباحي. زي ما احنا عارفين الحاجات دي ما فيهاش اي مشاكل بالنسبة لك وانعارف. اللي هنا التقويب ده اسمه او عملة. عملة. مهمة دي جدا للناس اللي بتحب بتعمل اللي هي شغالة مسلا او شغال انه هو بيضيف مرتبات موظفين عنده. فعايز يزبط الاعداد بتاعت الجهاز على انه يعرض المرتبات بالجنيه المصري اللي هي جيميم ولا مسلا علامة الدولار بالشكل ده كده. تمام? تبدأ تحددها زي ما انت عايز. او او قبلها هيتطبق معك. مهمة دي لبعض الناس ان فيه ناس بتقولك انا عايز الارقام بتاعت الجهاز بتاعتي يتعرض بالشكل ده. الشكل الهندي او العربي اللي احنا بنقول عليه عربي ده. ده. او عايزه بالشكل الانجليزي. لان انت لو جيت تكتب في برنامج او الاكسل او اي حاجة وانت حابب الارقام شكلها يتغير معك دايما بيقولك انا ما بكتبش معي ارقام غير بالانجليزي بالشكل ده. انا عايز اغيرها. اضغط هنا وحددها. ممكن كمان تغير في الناشون تخليها عشان تكتب لك على طول انجليزي. ولو حدتها عربي وخليتها ناشونال هتكتب لك على طول انجليزي. او عربي. هتكتب لك مع مع اللغة. اه بتكتب عربي فهتكتب لك ارقام عربي. بتكتب انجليزي فهتكتب لك ارقام انجليزي. تمام? وابدأ اضغط اوكي. هتبقى معك بالشكل ده. ودي كمان اضغط عليها اوكي. هتبقى بالشكل ده. تمام? كده احنا ايه? خلصنا الجزئية دي. ايه? ان انا عايز اغير الخلفية بتاعة سطح المكتب اللي موجودة هنا دي. اغيرها ازاي? هقولك اتغيرها ازاي? تعالى في اي مكان فاضي على سطح المكتب كده. كليكي مين عليه? واختار اللي موجودة هنا دي. تمام? هيبدأ يفتح معانا دلوقتي الشكل ده. واول حاجة موجودة فيها اللي هي الخلفية بتاعة سطح المكتب اللي موجودة عندي. تمام? مختار ايه? النوع بتاعها او صورة. اه ابدأ اختار الصورة. يعني انا مسلا حاطة صورة القناة ايه? اختار دي. لو ننزلنا دي تحت كده. هنلاقيها ان هي تغيرت معايا للعلامة اوص هي هيبانت هنا حتى. اهي? نزلتها تحت. هتلاقيها اتغيرت معاك للصورة اللي انت اخترتها. طيب في حد هيجي قولي طب ما هو انا مش عايز الصورة من الصور الويندوز ديت انا عايز الصورة تاني. اهو. اضغط على كلمة براوز ديت اللي موجودة هنا دي. هيبدأ يدخلك جوه جهاز الكمبيوتر بتاعك. عشان تختار اي صورة من الصور اللي موجودة عندك. صورتك بقى اي صورة تاني براحتك. ابدأ اروح هنا كده. وابدأ اختار الصورة اللي انا عايزها هنا مفيش. اهو النيو فولدر ده. هلاقي في صورة هنا مسلا. ابدأ اختارها. هتبدأ تنزل الصورة عندي. بس طبعا انا مش عايز احطها. طيب. انا ممكن كمان بدل صورة احط لون. الكارر ده. احط لون. انت عايز خلفية بتاعت الجهاز بتاعي تبقى لونها احمر كلها. بص لو جينا الناس دي تحت هتلاقي ان الخلفية وراء هتبانت هناك كده. ان الخلفية وراء كلها حمرة اهي بالشكل ده. تمام? ده لو انت حابب تحط لون. طيب. في ناس تاني هتقول لك انا عايز احط سلايد شو. سلايد شو يعني عدة صور تبدأ تتعد وراء بعضها زي ما انا عايز. تمام? اختارهم منين? افتح براوز هنا وابدأ احدد الصور. يعني انا وضغطت على كلمة براوز دي هيفتح لي جهاز الكمبيوتر بتاعي. وابدأ اخش اشوف عدة صور انا موجودة عندي. اقول له مسلا ان انا عايزة كله يبقى هتبدأ تنزل الصور وراء بعضها. او ان انت هتحدد الصور كلها هتعلمها صورة وراء صورة. بين بقى الصور بقى بين الصورة والصورة يقعد قد اي عرض الصورة هيبقى تلاتين دقيقة. انت ممكن تخليها دقيقة عشر دقيقة تلاتين دقيقة. ممكن تخليها ساعة ست ساعات زي ما انت عايز. تمام? طيب. دي لو انت عايزها تبقى مالية الشاشة كلها. عايزها تبقى برضو شوية مالية الشاشة كلها. الصورة لو صغيرة حتى بتتمط بتبقى على قد الشاشة. عايز الصورة تبقى في وسط الشاشة بس. تمام? حاجات كتير تبدأ تحدد انت لنوع من هنا وتبدأ تشوف شكله عامل الزيتاية لها تبقى عنوان بس. انا دلوقتي احنا غيرنا الصورة ايه? عايزين نرجع لأي الصورة تاني. عندي صورة انا عايزة حطها. صورة نوع صورة معين او صورة انا بحددها. زي مسلا اختار صورة من الصور دي. ايه. صورة شبه دي كده مسلا. او صورة شبه الصورة اللي هي مكتوبة عليها سوشال ميديا. انا بقى مش عايزة اخش من هناك وابدأ اغير بالشكل اللي احنا قلنا عليه. لفة طويلة علي او الصورة دي بقيت لقيتها موجودة قدامي فجأة فحبت ان انا احطها صورة ديسكتوب او صورة خلفية. اروح كليك يميل عليها. وابدأ اختار كلمة ديسكتوب بالشكل ده كده. هتبدأ تنزل الصورة عندك اهي. تحطت بالشكل ده كده الصورة. انا بقى شريط المهام اللي موجود تحت ده. هل الشريط ده مكانه التقليدي كده? ولا انا ممكن اوديه في اي مكان تاني اضغط عليه واسحبه ويمكن يتحرك معايا ايه ده? ما تحركش. طيب. كليك يمين عليه? شايفت علامة الصحة اللي محتوطة على دي? ابدأ اضغط عليها دقتة. كده اتشالت علامة الصحة ايه. تمام? ابدأ بقى اضغط بزرار الفرش شمال او كليك شمال على شريط المهام او ده. وابدأ اتحرك به. اسحابه بص ايه اللي حصل. شريط المهام بقى موجودة عندي فوقه. تمام? شايفينه? ابدأ اضغط عليه واسحابه اوديه هنا مسلا. تمام? شريط المهام بقى مفهود موجودة على اليمين هنا. تمام? طيب انا عايز ارجعه من غير السحب ومن غير الضغط ده كله. اروح اضغط على دي تاني. تمام? بص شريط بقى موجود فين هنا. وبعدين اروح على كلمة اللي موجودة هنا دي كده. تمام? وابدأ بقول لك يعني مكان او موقع او شريط المهام على الشاشة بتاعتك. احنا متعودين يبقى في تحت او ممكن تخليه فوق او في الشمال او في اليمين. انا هقول له هيبدأ يرجع عندي تاني اهو زي ما احنا شايفين. وابدأ اعمله عشان ما يتحركش بعد كده لو جيت احركه. تمام? حلوة اوي الكلام ده. اخر حاجة موجودة في محاضرة النهار ده عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو اكتر من كده. ان انا ازاي الغي اي برنامج موجودة عندي خلاص مبقيتش محتاجه او اصلا النسخة دي جيت بفتحها بعد كده مش عايزة تفتح فحابب ان انا الغي تثبيت البرنامج ده. ضبطتين على الموجودة في سطح المكتب اللي هنا دي. وابدأ اروح على تمام? هيفتح معي كل التطبيقات اللي الموجودة على الايه? البرنامج هنا. اهو. اروح اضغط على دي مسلا انا مش عايز البرنامج ده او الموزولة او اي حاجة من الحاجات دي. وابدأ اقول له او دي اضغط عليها. ضغطة كده بس بعد ما اتحددها من هنا. هيبدأ يطلع لي رسالة دي بيقول لي ان انت هتقدر عايز متأكد انك تشير البرنامج ده ومتأكد اه يعني هي ايه البرنامج ده? اقول له انا متأكد ان انا عايز بيقولك انت بتأكد انك عايز تشيل البرنامج ده فهبدأ اقول له اه انا متأكد ان انا عايز اشيل البرنامج ده. وابدأ اقول له اوكي بعد كده هيبدأ اتشال البرنامج من عندي زي ما احنا شايفين كده اهو اختفى البرنامج وبدأ اتشال ما بقاش موجود عندي. كده يبقى انا وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة واستنوني ان شاء الله قريب جدا في فيديو جديد بمحاضرة جديدة وهنكمل برضو في اساسيات الحاسب الالي ولسه بنتكلم في المستوى الاول اللي هو ويندوز عشر. بالتوفيق ليكم وسلام.